الحديث عن العمل من موقع العمل هو أصدق ما يقال يوم بعد يوم نحتفي بدخول قرية جديدة حيز التنفيذ ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وهو حدث جدير بالاحتفاء لأن المبادرة لا تدخل قرية وتخرج منها كما تركتها بل لا تخرج منها إلا وقد أصبحت هذه القرية نقطة مضيئة جديدة على خريطة مصر كتلك القرية التي كنا فيها في محافظة بنسويف قرية سنور والتي لا تخبرك عنها محركات البحث إلا أنها غرقت مرتين حتى أدرجت هذه القرية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وقد تبدل حالها هذا هو المدفن الصحي بقرية سنور التابعة لمركز بنسويف يقام على مساحة عشرين فدان وتنفذه الهيئة العربية للتصنيع حيث يتم إنشاء خلية دفن على مساحة خمسة أفدنة بساعة تصميمية مائة ألف طن قمامة حيث تبلغ مساحة الخلية خمسة ألاف متر من القاع وألف ومائة متر علوي حاليا دلوقتي وصلنا مستوى تنفيذ أعتقد عالي جدا إزاي قدر بيسهل على المواطنين وبيجمع الخدمات مع بعضها عشان خاطر تبقى مجمع خدمي واحد إزاي الأماكن الخاصة بالزراعة ومجمع زراعي وإزاي ينشأ مجمع زراعي كامل إزاي بقى فيه وحدة صحية على مستوى التأمين الصحي لأن مصر كلها تخش في التأمين الصحي وإزاي تبقى إزاي متكاملة كوحدة محلية متكاملة معها الإسعاف إزاي الأمن واخد متواجد معانا في كل قرية أم موجودة كل دي حاجات وأشرت نجاح موجودة وهذه أعمال مشروع تبطين ترعت جبل أبو صير بقرية الحمام بمحافظة بنسويف أما هذا فهو مشروع إنشاء مجمع للخدمات الحكومية بقرية الحمام التابعة لمركز ناصر ضمن برنامج تطوير الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية حيا كريمة الذي يستهدف في مرحلته الأولى مركز ببا وناصر بمحافظة بنسويف ويضم المركزين 12 وحدة محلية وقروية و54 قرية رئيسية بخلاف النجوع والكفور والتوابع ويستفيد من تدخلات البرنامج خلال المرحلة الأولى فقط قرابة 700 ألف مواطن بالقطاع الريفي بالمركزين مبادرة حياة كريمة كانت نقدر نقول إن هي رئة تتنفس منها محافظة بنسويف وخاصة إن إحنا مركزي ناصر وبيبا لما تم إدراجهم في هذه المبادرة كان الهدف منه هو رفع وتحسين حياة المواطنين في هذه المركزين اللي بالفعل كانوا الأكثر احتياجاً من ناحية البنية التحتية ومن ناحية الخدمات ومن ناحية السكن الكريم وحتى المشروعات صغيرة المتوسطة عشان نقدر نعمل تمكين اقتصادي أفضل لأهلين في مركزي ناصر وبيبا وهذا أمل المواطنين في مركز ناصر بمحافظة بنسويف وهو مجمع قرية الرياض التعليمي بمركز ناصر والذي يضم مدرسة الرياض للتعليم الأساسي ويشمل رياض الأطفال وابتداء وإعداد ويضم ثلاثة وثلاثين فصلاً والمدرسة الثانوية الفنية بنات والتي تحتوي على مبنى تعليمي يضم خمسة أدوار والمبنى الثاني ورشة مقامة على ثلاثة أدوار ويبلغ مساحة المجمع كاملة سبعة ألاف وثمانمائة وخمسة وسبعين متراً وهذا ما تعلمناه من طريقة تنفيذ المشروعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة العمل ثم العمل ثم العمل هذه المبادرة التي تنطلق في مرحلتها الثانية بقوة وخبرة وهذا ما رصدناه على مدار اليوم في هذه الجولة كنت معكم أحمد عبد الرازق لإكسترا نيوز من بني سويف